خلينا بداية أبدأ معك من البورصة المصرية ربما رأينا أنها بتواصل أدائها الجيد على مدار الأسبوع الثاني أو الخمسة جلسات الماضية لسيما المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلينا نعرف من حضرتك تقييمك لأداء المؤشر الثلاثيني EGX30 طبعاً زي ما تبعني خلالت عملات الأسبوع الماضي شفنا فيه ارتفاع للمؤشر الرئيسي من عند مستوى 16700 تحديداً ونجح فيه استعادة مستوى 17000 والاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17400 نقطة وأغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 17533 بصعود ما يقرب من 800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهذا الصعود كان مدفوع بعدد من الأسباب المهمة جداً من أهمها اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية باتجاه نحو الشراء وزيادة مركزها المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وده اللي أدى إلى ارتداد الأسهم القيادية من أعلى مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الرئيسي ودفع أيضاً مؤشر الرئيسي استعادة مستوى المقاومة 17000 نقطة وال17400 خلال تعاملات الأسبوع والاستقرار أعلى مستويات المقاومة بعد الإغلاق واختراكها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وده إن شاء الله ده انعكاس لفترة تصحيح أو موجة تصحيح حدثت بالأسهم القيادية كانت تعقب عملية صعود كبيرة جداً حدثت أيضاً للأسهم القيادية وانعكست على أداء الأسهم وفقد المؤشر الرئيسي مستوى 18000 نقطة بعد أن اخترقوا وسجل مستوى 18153 تحديداً ولكن سرعان ما حدث ارتداد أو اتجاه للمؤسسات المالية مرة أخرى نحو الشراء وزيادة المركز المالية خاصة بعد الإعلان عن نتائج عمل أغلب الشركات عن الربع الأول والتي نجحت في تحقيق معدلات نمو في نتائج عملها مرتفعة جداً تخطط الخمسين في المئة والمئة في المئة أيضاً خلال إعلان مركزها المالية بالربع الأول من العام الجاري وده اللي أدى إلى اتجاه المؤسسات المالية إلى زيادة مركزها المالية ودخل سيولة عند مستوىات الدعم الرئيسية وعند مستوىات الدعم الرئيسية للشركات أو الأسهم القادية التي تمت تم الإعلان عن نتائج عملها وأيضاً عند مستوىات الدعم الرئيسية للمؤشر وده اللي انعكس إجاباً خلال تعونات الأسبوع الماضي على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الصعود وتحقيق مستوىات أو استعادة مستوىات مخاومة هامة جداً وإن شاء الله نشوف فيه استقرار للمؤشر الرئيسي خلال تعونات الأسبوع القادم عند مستوى استقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 وإن شاء الله نشوف فيه اختبار لمستوى المقاومة الرئيسي الثاني اللي هو 17700 وإن شاء الله باختراكه والاستقرار إعلان استهدفة 18000 ثم قمة تاريخية للمؤشر التلاتيني وهي عند مستوى 18400 وهي قمة 2018 قمة تاريخية للمؤشر وإن شاء الله نشوف تسجيل لمستوى قياس جديد مثل ما حدث للمؤشر السابعين أما عن مؤشر السابعين هل حضرتك بتتوقع رحلة صعود؟ طبعا يعني عانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة من حالة من الرقود لمدة طويلة جدا منذ أكثر من عام ونصف يعني شاهدنا فترة رقود كبيرة جدا للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه الأفراد نحو الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي في ظل ما تشهده من أداء إيجابي وتحليم مستوى سعرية مرتفعة ولكن جاء الأمر أن حدثت الارتدادة القوية جدا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي يعني عانت أو شهدت فترة رقود طويلة جدا تخطط أكثر من عام تقريبا ودفعت أغلب الأفراد إلى البحث عن فرص استثمارية في ظل ما شهدته من الخفاض كبير جدا في مستوى أسعارها كانت مستوى أسعارها كانت جاذبة جدا للشراء ولجازب رؤوس أموال أو السيولة النقدية التي خرجت بعد عمليات جني أرباح حدثت في الأسهم القيادية تجهت أغلب رؤوس الأموال أو المحافظة الاستثمارية إلى الدخول في الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وخاصة في الشركات الصغيرة التي حققت نتاج عمل جيدة جدا بالعام المالي الماضي وده انعكس إجابا على أدايا المؤشر ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد وتحقيق مستوى أغلاط تاريخي جديد عند مستوى 1289 نقطة تحديدا وهذا مستوى لم يحدث من قبل للمؤشر السبعيني وده كان ناتج أيضا عن اتجاه المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب أيضا نحو الشراء وزيادة المراكز المالية عند مستوىات الدعم الرؤوسية للمؤشر وخاصة المستوى 3000 نقطة لأن شهد المؤشر السبعين استقرار أعلى مستوى 3000 نقطة كبيرة جدا وده كان داعم قوي جدا أو دافع قوي جدا لارتداد المؤشر من أعلى هذا المستوى تحقيق مستوى قياسي جديد على مر تاريخه وإن شاء الله نشوف فيه استكمال لأن لسه ما زالت هناك فرص قوية جدا بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة لسه لم تحدث طفرة كبيرة مثل ما حدثت في الأسهم التداب المؤشر الرئيسي وأعتقد أنه هنشوف فيه مزيدا من أصعود بالمؤشر السبعيني خلال الفترة المقبلة وهيكون مدفوع باستمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وهيكون مدفوع أيضا باستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد بدخول وزيرة مركزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وده اللي إن شاء الله هنعكس إيجابا خلال الفترة المقبلة على المؤشر السبعيني إن شاء الله أستاذ حسام ربما نعلم أن بتتجه التوصيات مؤخرا لأسهم القروج كوعاء استثماري آمن ومميز نسبيا مقرنة طبعا بالأسهم الكبيرة والقيادية هل تتفق أستاذ حسام مع هذا الرأي؟ يعني زي ما ذكرت فيما قبل أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة أيضا عانت فترة كبيرة جدا من الركود ولم تستجيب مع تحرقات قيمة الجنيه أو تغيرات أسعار الصرف بالنسبة للجنيه مصر مقابل العملات الأجنبية ولكن يعني على العكس أن الأسهم القيادية بدأت أنها تتحرك وتتجاوب ويحدث لها تسعير عدد تسعير أو تسعير تلقائي بالاتجاه نحو سياسة نائدية أو سعر صرف مارين أكثر مرونة والخفاض لقيمة الجنيه يعني بأكثر من 50% وده نعكس على أسعار الأسهم القيادية أغلب الأسعار للأسهم القيادية ولكن لم ينعكس على الأسهم الصغيرة وخاصة أسهم القروش وأعتقد أن بعد عمليات جنيه الأرباح التي حدثت بالأسهم القيادية وفي ظل بحث رؤوس الأموال عن فرص استثمارية كبيرة جدا فاتجهت الأنظار نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد أي صعود بعد والتي كانت تتداول بأسعار قيسية ومعدلات أسعار مرتفعة جدا منذ أكثر من عامين وخاصة بعد جائح الكورونا يعني بعد أن شاهدنا ارتفاع كبير جدا في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستوىات سعرية قياسية وتاريخية لم تحدث من قبل أعتقد أن هناك فرصة قوية جدا بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ونشوف ما زالت الفرصة قائمة وما زالت الأسعار لم تشهد أي صعود بعد أعتقد أن لسه نشوف فيه مزيدا من الصعود والأداء الإيجابي بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة وده اللي هنعكس إجابا على أداء المؤشر السبعيني أما عن الأسهم القروش أعتقد أن فيه بعض الإجراءات سوف تتخذ إذا خلال فترة مجبلة منها إلغاء تعريفة الماليم بالتداول وده يكون دفع قوي جدا لسعود لاستمرار السعود والاستمرار الأداء الإيجابي كنت سأسأل حضرتك يعني حضرتك بتؤيد التعامل بالماليم أم أنت مع إلغاءه لا أنا طبعا شايف أنه هو يعني ألغي أصلا من الاقتصاد المصري أو من الجينية التعامل بالأفراد أو بالتعاملات المادية خلال الفترة منذ أكثر من خمسين عام وأعتقد أن الأولى أن نعمل في ظل اتجاه القائمين على سوق المال المصري في إعادة التطوير والبحث عن منتجات جديدة ومنتجات مالية جديدة أعتقد أن من ضمن التطوير اللي إحنا محتاجين أو البورسة محتاجة إلغاء طبعا تعريفة الماليم بالأسهم وده يكون دفع قوي جدا للسعود لهذه الأسهم الصغيرة المتوسطة ويكون دعم قوي جدا في استمرار المؤشر السبعيني في تحقيق مستوى التاريخية جديدة إن شاء الله فظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه أستاذ حسين نصحتك للمستثمرين إيه على المدى القصير والمتوسط وأين بتوجد الفرص بوجهة نظرك يعني إحنا بالنسبة لنا فظل الأزمة العالمية الراهنة التي شهادها الاقتصاد العالمي بصفة عامة وقلقت بالضبع على الاقتصادات العالمية بصفة عامة وخاصة الاقتصادات النشأة مثل مصر وكان لها تأثير سلبي كبير جدا أعتقد أن إحنا لازم نتجه نحو سياسة نائدية أكثر مرونة لاتجاه للإستثمار في رأس المال بذاته وليس الإستثمار في أدوات الدخل السابت أعتقد أن الشركات التي نجحت في توسعة أنشطتها وزيادة مبعاتها وزيادة معدلات نموها أعتقد أن دي نجحت في تحقيق معدلات نمو ديها ومعدلات أرباح مرتفعة وحصل رواج بالنسبة للإقتصاد المصري وما زالت هناك فرصة قوية جدا في ظل ما تشهدوا الشركات من تحقيق معدلات أرباح مرتفعة ومعدلات نمو ومرتفعة بالقوام المالية أعتقد أن ما زالت هناك فرصة قوية جدا لرؤوس الأموال الإستثمار في الأسهم المصرية التي يعني تعاني من فجوة كبيرة جدا ما بين القيام العدلة للأسهم وما بين القيام السوقية وده اللي احنا كنا بنقوله منذ فترة طويلة جدا ما زالت القيام العدلة للأسهم المصرية والأغلب الأسهم بالبورصة المصرية أكبر بكثير من القيام السوقية التي يتم التداول بها خلال الفترة الأخيرة وما زالت هناك فرصة قوية جدا لرؤوس الأموال بالاستثمار في الأسهم المصرية بالبورصة المصرية لتحقيق معدلات أرباح وعائد استثمار مرتفع جدا على الأموال المستثمارة بالأسهم المصرية وان شاء الله نشوف خلال فترة مجبلة مزيدا من الاستثمارات التي تضخ بالاستثمار الغير مباشر والمباشر أيضا وده هنعكس إجابا على الناتج قامل إجمالي وعن طريق توسعة عنشادة الشركات وزيادة الناتج قامل إجمالي ونشوف فيه استقرار مزيدا من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة ومزيدا من تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال فترة مجبلة ومزيدا من الخفاض معدل الدين الخارجي للناتج الإجمالي قامي وان شاء الله هذا هيكون دور سوء المال المصري دور الهام جدا الذي يلعبه في الاقتصاد المصري خلال فترة مجبلة إن شاء الله أستاذ حسام كانت تابعنا تصريحات رئيس البورصة المصرية بقرب قيد الشركة بتعمل في مجال البترول بالبورصة المصرية ما تقييمك لهذا الترح المرتقب؟ يعني برنامج الترحات الحكومية هو قبلة الحياة للبورصة المصرية وللاقتصاد المصري بصفة عامة أنا شايف أن احنا اتأخرنا جدا في تنفيذ برنامج الترحات الحكومية وهو بمثابته أنه جاء للاقتصاد المصري وللبورصة المصرية أيضا على غرار طبعا التجربة هي التي أثبتت أن احنا محتاجين طرح قوي جديد يكون بمثابة يعني بصل لرؤوس الأموال سواء الأجنبية أو المحلية سواء مؤسسات أو أفراد لجذب مزيدا من رؤوس الأموال في سوق المال المصري مثل ما حدث في سوق أبو ظبي المالي مثل ما حدث في السوق السعودي وشوفنا شركة أكبر عملاق البترول أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي أعتقد ده كان أكبر حصيلة اكتتابات حصلت على تاريخ البورصات العالمية كلها ما يقرب من 23 مليار دولار أو 24 مليار دولار على ما تذكر حصلة الاكتتاب وأعتقد أننا شفنا فيه أقبال كبير جدا من رؤوس الأموال وأعتقد أن حان الوقت أننا نشوف فيه بداية فعلية لتنفيذ برنامج الترحات الحكومية الذي يشمل 32 شركة من الشركات القوية جدا ورائدة في مجالاتها وأيضا تمثل 18 قطاعا من الاقتصاد المصري وده ليساعد الحكومة المصرية أن تحصل على ما يقرب أو المستهدف من تنفيذ برنامج الترحات جمع ما يقرب من 2 مليار دولار في ظل ندرة موارد العملة الصعبة أعتقد هيكون دفع قوي جدا لتوفير العملة الصعبة أيضا وجهزم استثمارات أجنبية بشكل كبير جدا عن طريق دخول مستثمرين استراتيجيين بهيك الملكية هذه الشركات ويساعد هذه الشركات في توسعة أنشطاتها وينعكس إجابة على قوام المالية وأداءها المالي وهنشوف فيه طفرة في قائم المالية ومعادلات نموها هذه الشركات مثل ما حدث بالعام الماضي بالنسبة لصندوق أبو ظبي الأول وبالنسبة للصندوق السياد السعودي بشراءهم حصص ببعض الشركات الكبرى بالبورسة المصرية أو بالاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية حققت هذه الشركات طفرة قوية جدا في قائمها المالية وفيه نتاج عملها السنوية وحققات فعلا معدلات نموها مرتفعة وده عن طريق استخدام السيولة التي تمت من بيع حصص لمستثمر استراتيجي فيه توسعة أنشطة هذه الشركات وزيادة معدلات النمو وزيادة مبيعات هذه الشركات وإن شاء الله ده المستهدف من برنامج الطرحات الحكومية وهيكون ليه دور إيجابي جدا وانعكاس جاي جدا على مؤشرات الاقتصاد المصري للخروج والعبور وانقفاض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ربما نعلم أستاذ حسام أن رئيس البورسة صرح أيضا احتمالية إلغاء المؤشر الخمسيني هل تؤيد هذه القطوة ولماذا؟ يعني كان في التصريح أخير أعلن أنه سوف يتم إلغاء مؤشر الخمسين واستبداله بمؤشر الاستثمار على حسب الشريعة الإسلامية وأعتقد ده من ضمن خطة تطوير استراتيجية سوء المال المصري التي اعتمدها سيد مصطفى مابولي منذ أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يعني اعتمد استراتيجية تطوير سوء المال المصري خلال الفترة مجبلة وخاصة من عام 23 العام الحالي حتى عام 26 وكان من أهم الاستراتيجيات النقاط أو المحاول الرئيسية في هذه الاستراتيجية تطوير منتجات سوء المال المصري وزيادة مساهمته في نمو الإبساد المصري وأعتقد شفنا عدد من الإجراءات التي تمت من قبل أو تصريحات من قبل السيد رئيس مجلس إدارة البورصة رامي الدكاني أنه بدأ يعمل بعض مسل تأسيش شركة للتداول المشتقات المالية والعقود الأجلة فهذه من ضمن خط التطوير وهيكلة سوء المال المصري لزيادة قدرته ومساهمته في الاقتصاد المصري وهذا ما نرجوه من القائمين على إدارة سوء المال المصري وإن شاء الله نشوف مزيدا من تطوير آليات السوء ومزيدا من المنتجات المالية التي تخدم أوجه الاستثمار بالصفة عامة وده هيكون لها تأثير إيجابي على معدلات نمو الإقصاد المصري إن شاء الله